ها؟ يحتاج؟ طيب ما فيه مشكلة يحتاج وهذا يحتاج ايضا؟ هذا لك؟ خذ تمام أول شيء هذول خليه يتقدمه هنا عندنا خليه يتقدمه نعم هذا ليه أنا؟ هذا لكي أنت طيب نعم قدم يا أخي قدم أنت مقدمه هنا ما فيه مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة 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 ورسول الله شك بسم الله الحمد لله قبل أن نبدأ ارفعوا جوالات لا نريد جوال ولا كلام ولا سلام ولا شيء ولا طعام هذه جوالات موجودة خلي ارفعوا يضعوا في الحقيبة جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سنتكلم بإذن الله عن أخلاق المسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله هل أنا مسلم قال سل جيرانك اسأل جيرانك إذا الجيران يشهد لك بحسن الخلق بالأدب هذا معناه من المسلم لأن المسلم اسمه مسلم سلم الناس من لسانه ويده نعم لا يضع السيارة أمام بيت الجيران لا يؤذي أحد لا يؤذي لا في الداخل و لا في الخارج كثير من الكفار يحب أن يكون جار للمسلم يتبنى يقول للمسلم تعالوا كون جيران لنا لماذا لماذا يقول الكفار لأن المسلم إذا جاء في مكان يقول هم يقول الأشباح الأشباح تمشي يعني الجن ما يأتو لأن المسلم يذكر الله ففي هذا المكان لا تأتي الشياطين هم يقول أشباح لأن المسلم لا يسمع الغينة الكفار يارفع السود بلغانا يؤذي جيران المسلم لا يشرب خمر فالكافر إذا كان جار كافر ممكن يشرب الخمر في الليل يأتي يكسر سيارة أو يدخل بيت الجيران أو يصيح المسلم لا يشرب خمر لا يشرب خمر المسلم لا يشرب خمر لا يشرب خمر แต่ถ้าเพื่อน بانของเขา เป็นคนกาฟ อาจจะเป็นไปได้ ว่ากินล่า มAUYA แล้วเกิดการ อลาวาท ทำร้ายทุกตี ทำลายเขาของ ขมวยเขาของ ให้กับเพื่อนบ้านของเขา เกิดร้อน เกิดความ น่ารำทาง المسلم يغضบสร عن النساء المسلم ลด สายตา ลงต่ำ จากการ มอง เพชร ตรงข้าง จากการ มอง หุ มุสلم لا يتجسس มุสلم จะต้อง ไม่เป็นคน ที่สืบ หาเรื่อง หาเรื่อง ของคนอื่น มุสلم لا يكثر มุสلم จะต้องเป็นคน ที่ ไม่ขอ เยอะมาก มุสلم ليس لها علاقة ليس لها علاقة بالมุสلمين لا تسأل مثال أنت كم عندك رصيد บันก็ บันก็ มุสلم จะไม่ถาม كم تعطي زوجتك نقود بكم اشتريت هذه السيارة من أين لك هذه الساعة لا تسأل مسلم لا يكثر من الأسئلة كيف الحال بخير الحمد لله ماذا تصنع في بيتك كم دفعت مهر للزوجة كم تكسب في هذا من أين لك هذه السيارة هذا ليس لها علاقة مسلم لا يكثر من السؤال لا يكثر من السؤال مسلم لا يكثر من السؤال لا يكثر من السؤال من السؤال والمسلم إذا أراد الدخول إلى بيت الجيران مسلمين أو غير مسلمين لا يكثر من السؤال لم يكن يسبب لم يكن يسبب إذا أوجد نساء لا يدخل موسلم لا يدخل على النساء حتى زوجة الآخر لا يدخل السلام عليكم أدخل قال لأدخل يدخل خال لا أرجع خال جزاكم الله خير لا يزعل لا يقبض أو يدخل جرس أو يدخل الباب أو يدخل خلال كلمة أو يدخل خالق ثم يدخل خالق لكن لا يدخل كل الباب لا يقدر لا يدخل في لطف يدخل خلال 3-5 نساء قالوا ادخل او رد عليه يدخل وإلا يمشي ما يزيد عن ثلاث مرات قالوا ادخل يدخل لكن لا يرفع بصره وينظر قالوا ادخل بصر ملاقع ما أدخل لأس بنا سألقال انعجل من الز shorten ادخل بصر يذكر قالوا ادخل المiqué قالوا ikke مازال التساطيون سألقال بصر يفهد انه يفهد قدموا له هاو طعام ما يعيب الطعام المسلم تريد تاكل كل ما تريد قل لا أريد ما تقول هذا الطعام غير جيد زوجتك لا تعرف تطبخ يفسد ما تقول خير ما تقول شر ما تفسد مع المرأة وزوجتك لا تعرف تطبخ ما تقول خير ليس للماذا البت غير نظيف ما تقول خير ما تقول خير أو لا تدخل إذا كان في المسجد النساء آخر المسجد والرجال أول المسجد فما بالك خارج المسجد فما بالك في البعض باب للنساء باب للرجال ما نختلت بالنساء ما تتكلم مع النساء إلا عند الضرورة وإذا تكلمت لا تخضع بالقاول ما تقول كيف حالك ولا تنظر إليها تقض بصرك كما أنت تقض بصرك أيضا المرأة تقض بصرا عن الرجل سواء كبير أو صغير لا بد أن نقطع وسائل الشيطان تقضعها لا تقول أنا شيخ أو هذه أختي هي ليست أختي في الإسلام لا النساء مع النساء والرجال مع الرجال آداب الطعام قلنا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إذا اشتهى أكل وإلا لا يأكل قبل أن تأكل تقول بسم الله نسيت وقت تذكر تقول بسم الله أوله وآخره إذا شبعت تقول الحمد الله تحمد الله كذلك عند الشرب تسمي الله تشرب ثلاثة لا تتنفس في الإناء أيضا لا ينفخ في الشراب يعني ما يمكن يرسق الماء ما يصح يدخل الهواء هنا لا تبعد الإناء عن فيك بسم الله ما تجعلك منتصق بببببق هكذا نعم الطعام هذا الصحن تأكل من أمامك يعني ما تأكل من أمام هذا هذا عنده لحم وأنت ليس تأخذ من لا يجوز بالخمس ولا تأكل أكلة المتكبر تأكلها كوسط الطعام إذا كان أنواع سلطة جزار جزار خيار بطاطس مايونيز مثلا نعم يصح الآن هنا عندي مثلا مايونيز وهنا خيار ممكن أخذ من هنا هذا لا يعد تعدي لأن هذا منوع لكنه لا يعد تعدي لأنه سلطة المتكبر لا يجوز كبيرة من كبائر الذنوب أكل بالإسار ما في مشكل اقطع باليمين ثم خذ الشكر كل باليمين نعم فتأكل بيدك اليومنا لا تأكل باليسر حتى الأخذ والإعطاء مكروح بالشمال لا تأخذ تعطي إلا بيمينك تلبس تبدأ باليمين اللباس النعال أكرمكم الله باليمين المسجد باليمين المسجد باليمين دورة المياح مام تدخل بالشمال قبل أن تنزع الثياب تقول بسم الله حتى لا يرى كالجين لا يمكن أن تكشف العورة لا يمكن أن تدخل بالمكروح لا تدخل بالمكروح أن تدخل بالمكروح العور ما يمكن تتكشف كذلك من الآداب الإسلامية أن المسلم يصدق ما يكذب أردت أن تنجو أصدق هذا الولد كسر هذا الزجاج وخاف من أمي ولا من أبي يضربوه لأن يكسر هذا ماذا يصنع يكذب حتى ينجو الكذب لا ينجي تريد تنجو خل الصدق تعالي لأبي كل أمك وقال يا أبي الصدق من جاء الصدق نجاء والله أمر بالصدق سامحني سامحك الله أعفو عني الله يعفو عنا وعنك أنا أقول الصدق أنا أقول الصدق لا ينجي لا ينجي لا يمكن أن نتشبه بالكفار لا ينجي لا ينجي لا ينجي الحرير لا ينجي لا ينجي لا ينجي لا ينجي إذن يلبس هذا ضخط للنساء ممكن الرجل يلبس خاتم لكن مثل الرجال لا يستمت مثل النساء يلبس الساعة نظارة لا يشكال بهذا لكن هذا خاص بالرجال وهناك ساعات وخواتهم ونظارات خاصة بالنساء عندنا مشكلة كبيرة نقل الكلام نقول فلان اليوم تكلم فيك وقال كذا يقول أي واحد يأتيك ويقول يا شيخ خالد فلان تكلم فيك ايش تصنع قل أنت رسول إبليس أي واحد يقول لك كلام قل أنت أرسلك إبليس قل أنت رسول الإسلامية أحد يقول لك لا أحد يقول لك أي واحد يقول لك كلام إنه هو رسول للشيطان ايمتدي نعم فلابد أننا نتعدد بالأداب الإسلامية كذلك الأذكار لا نترك الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء أدبار الصلوات الأذكار عند الأذكار عند دخول المنزل عند الخروج مسجد دورة المياه عند اللباس عند السفر ركوب السيارة مشكلتنا مع هذا الهاتف أنت في وادي تنسى الأذكار تنسى كل شيء صحيح الآن مع التليفون فقط بالتليفون يقول له واحد يعمل في الطائرة يقول له تسخ الطائرة والله هذا لا يدري عنها لأنه مجرد يركب إلى أنزله ويطارع في التليفون لا ذكر الله ولا شيء نسرع في السفر نعم أيضا نتعذ بغيرنا يعني الإنسان يوعظ بغيره عندما ترى الكافر لا تقول أنا مسلم أحسن من هذا يعبد صنم يعبد كذا لا تنظر إليه من وجهين وجه تقول يا رب لك الحمد والله هذا ليس بأذم النعمة لله الحمد لله يا رب لك الحمد الحمد الذي عفاني مما ابتلاكم به عندما ترى الانسان عندما ترى الانسان نحن لديهم لديهم متشبه نحتاج لأولئك انظرهم متشبه نستمع نحتاج إلى احسن انظرهم متشبه ليس بأذم نحن نحن بعض النساء من هنا من أنظر أنظر إنه المسلم أنا مسلم قوي لا قل هذا من فضل ربي المسلم يختار الألفاظ الشرعية هذا أعطان ما أشياء قل له شكرا لما يصير تقول له كبكون وأنت مسلم أشت كبكونها أشي أستفيد منها أقول جزاك الله خيرا عندما ألتقي به ما أقول له صباح الخير أو الشيء سلام عليكم ممكن يقول جزاك الله خير بعدين يقول كبكون مو مشكلة ألفاظ شرعية لا بد نأتي بها عند العطاس يقول الحمد لله و هذا يسمعني أو أنتم تسمعو تقول يرحمك الله أنا قل يهديكم الله و يصلح بالكم عند التثاؤب لا بد يغلق فاهم ما يفتح حكذا نعم لا بد نأتي بها لكن لا بد نأتي بها لا بد نأتي بها لا بد نأتي بها هذا لا بد نأتي بها حتى الزوجة لا بد نأتي بها لا بد نأتي بها لا بد نأتي بها لا بد نأتي بها لا يؤمن ستبق شرعي يحب الناس يقوله أستاذ خالد نعم يحب أن الناس سندي يا أستاذ خالد يا أستاذ خالد نعم أستاذ خالد يا شيخ يا أخي إذا لازم ينادي الناس هكذا نعم لا بد نأتي بها أستاذ عبد القادر هو يقول له حتى كما تحب لنفسك تحب لغيرك تحب الناس تعطيك هدية أنت تعطي هدية تبسمك في وجه أخيك صدقة تتبسم في وجه أخيك صدقة قال أنا فقير عبد القاية قول أنا فقير قائب تصدق يا أخي بابتسامة يا أخي قائب تصوم السنة كلها ولا تفطر تستطيع تستطيع بحسن الخلق لو حسن الخلق تدرك الذي يصوم ولا يفطر يقوم ولا ينام أجر تستطيع بحسن الخلق تعلم تعلم كيف الناس تتكلم كلام طيب كتاب والسنة حتى يكون الكلام طيب الفعل طيب تساعد أخوانك المسلمين لا تؤذي حتى إذا توقفت عن أذية الناس الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر جزاكم الله خير نعم مفضوح أه سؤال نعم قريتك أن تنبه حال الإمام في التكذيرات الإرام والتسليم التي نبهت الإمام فيه كمان مهم جداً أن الإمام ينتبه لتكبيرة الإحرام والتسليمتين ما يطيل الله أكبر ما يقول الله أكبر لأن لو قال هكذا ممكن معموم دخل في الصلاة قبل الإمام وكذلك السلام يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ممكن هذا ما شاء السلم وما شاء وكن هذا انصرف قبل الإمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم اسم هذا هو الشيء الذي يتذكره لذا تقوله لنها هل يتذكرよね الشيء شكرا لنفس الرجوع شكرا لنفس الأصب معاعدة وصول معاعدة وصول حكومة ومن تخدم لا يكون حرام شكرا لنفس حرق الأموال إذا يحرق إنسان ماله ما حكم هذا مكروح أو حرام لو يأخذ نقود ويحرق يولع فيها النار حرام أو مكروح حرام أو مكروح حرام أو مكروح يحرق المال حرام الذي يشرب الدخان تأتي إليه الشياطين وتبتعد عنه الملائكة هذا مكروح أو حرام شرب السم لو أحد يشرب السم محرام أو مكروح حرام أو مكروح حرام وهذا يسبب أمراض مثل الشرب السم دخان من طيبات أو من خبائث أين أحسن مكان يشرب فيه الدخان اسأل من يدخل كلهم يقولوا أحسن مكان لشرب الدخان الحمام كلهم يسعون بردخان يجب أن يشرب فيه الدخان يجب أن يشرب يسعون بردخان ويسعون بردخان نعم لماذا؟ لماذا؟ لأن الشياطين مكان الشياطين المشcuz هل يشرب في المسجد يسعون بردخان لrophy المتوسط لا يمكن نعم ممكن سعون ما فق skills لو أحد إنشان إذا مرض إذا مرض السنة أن حق المسلم على المسلم إذا مرض تأتيه وتزوره لكن تزوره في وقت الزيارة ما تأتي في وقت الطعام في وقت النوم في وقت ناول الدواء وتأتيه دقائق وتمشي ما تجلس وتأتيه ما تحدث عن الموت تدخل عليه الفرح السرور نعم وتقول لا بأس طهور إن شاء الله سنة يعني هذا المرض يذهب ويطهر الذنوب بإذن الله فإذا مات الإنسان لابد أن تحقق من موت يعني طبيب يتحقق النومات ستطوم منتجي لابد نبادل إلى تقسيري وتكفيني والصلاة عليه ودفني لكن لا يمكن أن نصنع بدع نصنع بدع بدع الجنائز ما نجتمع في بيت الميت ولا طعام ولا شراب بعض الناس ما يسلم على هذا الميت سنين إذا مات يقول حبيبي أين حبيبك الآن لا إجتماع في بيت الميت لا إجتماع في بيت الميت نغسل ونكفنه ثم نصلي عليه الله أكبر ثم نستعيذ نبسمل نقرأ الفاتحة الله أكبر الله نصلي على محمد الصلاة الإبراهيمية الله أكبر الدعاء للميت الله أكبر تسليمة واحدة أو تسليمة ثم ندفنه تحب الميت إذا كنت تحب الميت لا تجتمع في بيته لا تصنع بيدع تحبه تصدق عنه أحسن مما تصنع البيدع والطهام في البيت ابني له مسجد تشتري مصحف أو كتاب ووقفه عن هذا الميت أحسن مما تصنع البدع سهدعو الله الصدق عن الميت الدعاء للميت أما قراءة ياسين لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة لم تثبت نعم يوجد سؤال يسأل عن جماعة الإخوان المسلمين من هم؟ ما منهجون؟ ما حقيدتهم؟ الصحابة رضو الله عليهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا والنصار افترقوا وستفترق هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في حدثنا قراءة يهود افترق أفترق أفترقه قال ما آن عليه اليوم وأصحابي حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم كانوا فرق طائفة واحدة جماعة واحدة كل فرق من الفرق تنتسب إلى إنسان رجل غير معصوم والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم إذن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنا مع الجماعات تعرف الشيع الروافض طالبوا رجل من أهل السنة لناقشهم رجل فجاء هذا رجل واحد هم اجتمعوا في مكان الرافضة وعندما دخل أخذ أكرمكم الله عليه وضع هنا ودخل المجلس قالوا عايب عليك تدخل فينا عليك ضعف الخارج ما قالوا يقول قالوا لا قالوا أنت كذاب تكذب لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة روافظ قال الحمد لله جزاكم بالله خير هذا رد عليكم لا يوجد رافظة لاوجد فرق أمة واحدة نحن لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتقرب إلى الله؟ نتقرب إلى الله بشرع الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الاستغفار الصلاة الصيام الزكاة العمرة الحج نعم بالعبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع طالب العلم تحفظ القرآن تدرس القرآن تدرس الحديث نعم نعم سؤال نعم 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 لو تكتب سرحان نعم فاهمي تسيبها تنهابها. شراء الذهب بالتقسيد. بالتقسيد. تقسيد تقسيد. نعم تقسيد. لا يجوز. لا يجوز. نعم. وهذا احسن له. نعم. لا اشتري ذهب. الا كاش يد بيد. نعم. نعم. يسأل هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة? ها? هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة? الله اعلم. انا اعرف لا يوجد خلاف. الله. نعم. اقرأ شك. خلاص انت اقرأ. ما تعرف تقرأ? يا الله. لا لا اول شيء يقول لي. قبل تقول لهم. فقال بعد الموت. يعني يحضر. لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في الصحابة ولا في التابعين ولا اتباعهم ان بعد اسبوع بعد اربعين بعد سنة احتفال وطعام في بيت الميت. ما هذا كله من كبائر الدنو. انت لا تحب الميت اذا تصنع لا يوجد في النهاية. لا يوجد في الميت. لا يوجد في الكتاب بستبعين. ترجمة نانسي قنقر نفسه سؤال نفسه الحمد لله نعم هناك بدأة نحن لا علينا في من يتكلم نلتمس رضا الله سبحانه وتعالى ما عليك اللي يقول سبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبوا الصحابة رضا الله عليهم سبوا الأنبياء والرسل سبوا رب العالمين نعم فأنت يسبوك ما المشكلة نعم أنا أكمل بس أنت ترجم هذا لا ترجم السؤال أنا لا أعرف أنت تريد أنت من أين تبدأ انتبه معي يا شاق أي إنسان يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد يلحقه أذى شكرا للمشكلة لا ترجم الأنبي صلى الله عليه وسلم نعم فكل اسم وصفة لابد نثبتها لله إذا ثبتت في الكتاب والسنة لكن لابد أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ماثلة الخلق نعم القرآن والسنة مالية بالأسماء والصفات لا يمكن أن أنكرها ولا يمكن أن أمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص أقل آمن تصدق تسلم حتى العقل الصحيح لابد أن يثبت لله الكمان من أجل ساتيء پانجاع كم راو تكون ساتيء پانجاع تشمت ساتيء پانجاع تشمت ساتيء پانجاع تشمت لابد اللهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول سبحان ربي الأعلى سب بحسب ربك الأعلى نعم أنا أقول كما قال الله سبحانه وتعالى علوء لله سبحانه وتعالى لا أقول كيف أقول آمن صدق سلم نعم كتبوا الشيء خلاص نعم هو قال نحن في طيلن نحن مسلمون وهناك بوزيون نعم في هذا أيوة أيوة وما الحد الذي نستطيع كيف نحبهم أو كيف المعاملة بيننا وبينهم تمام نعم انقسم الناش في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط شك بوقع خطأ روเป็น موسلم ในประددتไทย نعم أصحي قب خون پوت نعم لذلك رو مي خواب كت كينا نعم قانا 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 قب خون قانا نعم 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 شك بوق تحسيب كافر مثلا الصحيح الوسط لابد أن ندعو الكفار نخاف عليهم من النار لا نكذب على الكفار لا نغش الكفار نقول هذا طريقكم طريق ضلال نخاف عليكم نحب لكم الخير وهو الدخول في الإسلام نعم 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 ندعو لهم نتعامل معهم في البيع والشراء نعم 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 أنا أحافظ على النظام لأنه ما يخالف الشرع نعم 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 اشتركوا في القناة